عايزة أبدأ بحاجة مهمة عايزة أبدأ بمباراة الرجاء وبرامدز وهزيمة البرامدز من الرجاء 3-0 فريق مهلهل وفريق يعني يعني مش عارف أقولي يعني ولكن لا يرقى أبدا إلى الأرقام المالية المدفوعة في اللاعبين يبدو أن هناك مشكلة إدارة حقيقية يبدو أن هناك أزمة حقيقية في الفريق حتى يعني الستوديو التحليل البيئين سبورت قال لك المشكلة مشكلة إدارية وتكلموا في هذا الموضوع باستفاضة والمحللين قالوا يعني يا جماعة الخير الموضوع ميجب الفلوس الموضوع ميجب الفلوس وأنا معك كام عاكن تجيب كام بصلي حاجة في العنوان وأنا معكم بس الموضوع ميجب الفلوس ترجمة نانسي قنقر بس كان خطأ في الانوان انا اسف صلحته فحتى الستوديو التحليل البيئي لسبورت اتكلموا وقالوا ان يعني الفريق مهلهل ويحتاج الى مدير فني ويحتاج الى ادارة تشكم اللعيبة دي الفرقة فيها 400 مليون معلم والدنيا بيضة وليس بالفلوس نستطيع ان تمتلك الامور ولكن الدنيا سيبة هذه ما تصل الى حد الفضيحة سلاسية لم يكن يتوقعها ابدا لأي حد في الدنيا انه يتغلب برامجز من الرجاء في القاهرة بسلاسية مقابل لشيء ولكن حصلت 3 صفر وحاجة يعني لا تليغ بالمرة ووضع يعني وضع مصدريف وحاجة مش كويسة يعني وفي هدف صحيح 100% الغاء حكم المباراة وكان من المفترض النتيجة تنتهي 4 صفر وهنا بس عايز اوجه رسالة لرمضان صبحي يا ترى فين الطموح الطموح راح فين الطموح فوق السقوح الطموح يعني انك انت تتغلب بره وجوه انك انت حتى تهين اسم الكرة المصرية اللي انت بتمثلها في الكونفدرالية هدف رابع الغاء الحكم بدأ التسلل والهدف صحيح 100% ولكن يعني سلاسة تكفي لان يكون هناك ازمة داخل برامدز وصلنا الان ان فيه كلام كتير عن رحيل روبيتا زاريتا المدير الفني الراجل اللي هو شغال اشار جدا وملوش اي لزمة وبينف استعليمات والسلام فيه كلام كتير جدا عن رحيله خلال الساعات القادمة وان هناك ربما يكون مدير فني اجنبي او مصري جديد خلال الساعات القادمة ازمة كبيرة طبعا انا شايف ان بطلها الظلم وعدم العدل واللي بيتعامل في المهد سليمان واللي بيتعامل في باء اللعيبة والتآمر على اللعيبة والادارة الفاشلة لممدوه عيد والتآمر على اللاعبين وازلال اللاعبين وعدم احترام اللاعبين وعدم احترام ادامية اللاعبين والتعامل انك بالمال تستطيع ان تشتري اي حد يعني كل هذه الأمور جعلت برامجز يظهر بهذا الشكل المغزي في الكونفدرالية ويهين اسم الكراءة المصرية هزيمة قاسية وهزيمة كبيرة جدا يتحملها بلا منازع مدير فني فاشل وإدارة فاشلة إدارة تفرغت للمشاكل وتفرغت للحرب بينها وبين بعض اللاعبين مما جعلها تفكر في الانتقام أكتر ما تفكر في أن يحصل الفريق على سلاسة نقاط أو على فوز أو على بؤولة أو على أي إنجاز يذكر ولذلك على ملاك البرامجز أن يلحقوا قبل فوات الأوان أولا صفقات كثيرة فشلة مجاملات بالجملة ظلم بشكل فج لم تعرفه الملاعب المصرية من قبل غياب العدل التباهي بالمال وكأنهم يمتلكون الدنيا وليس لهم سوى المال يتحدثون به للأسف الشديد يعني حتى شريف إكرامي يعني ظهر بمظهر مخزي ومظهر غير مشرف وليه حق الراجل مارتليون لما قالك لو تشتت علي تلجع تدخل يعني لا يمكن أن يكون هذا هو المستوى في ظل غياب تام لرمضان صبحي تحس أن غيابه زي حضوره لعبه زي عدم لعبه يعني مع بعد كبير لمستوى عبدالله السعيد تخبط كبير في الفريق والدنيا بيضة وتحول الفريق إلى أضحوكة وهو اللي جعل نفسه أضحوكة لأنه للأسف الشديد ليس بمثل هكذا تدار الأمور برامجز الفاشل يهين الكرة المصرية ويلقى هزيمة قاسية في القاهرة على يد الرجاء بسلاسية وبكده يبقى برامجز خد 2 في المغرب وخد 3 في القاهرة 5-0 ب6 نقاب وهدف رابع كمان ألغى حكم المباراة بداعي التسلل والهدف صحيح 100% ده أول موضوع كنت عايز أتكلم معكم فيه والبقاء لله في برامجز ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم